بحدود برية يتجاوز امتدادها الف كيلو متر تجاور تركيا سوريا والعراق في ظروف اقليمية ملتهبة نفذت انقرة خلالها عدة عمليات عسكرية ضد تنظيم بيكاكا وفروعه في سوريا وبؤره في العراق العملية العسكرية التركية لم تنتهي بعد وهي مستمرة بحسب انقرة حتى تحقيق اهدافها في دحر من تسميها المنظمات الارهابية مجلس الامن القومي التركي قال ان العمليات العسكرية التركية هي ضرورة للامن القومي ولا تستهدف دول الجوار واهدافها محدودة وموجهة ضد تنظيم بيكاكا وفروعه وجود تنظيم بيكاكا في سوريا والعراق بات بحسب انقرة يمثل خطرا لابد من استئصاله واللجوء الى العمل العسكري يأتي رغم سلسلة دعوات ومطالبات لحكومة بغداد واخرها حكومة الكاظمي باخراج البيكاكا من سنجار فكان الرد مجرد وعود سرعان ما تبخرت رغم تعهد مصطفى الكاظمي خلال زيارته تركيا باخراج الميليشيات المسلحة من قضاء سنجار وما حصل هو العكس تنظيم بيكاكا رسخ وجوده في المنطقة معتمدا على دعم ميليشيات الحشدلة وفقا لما اكدته وزارة الدفاع الامريكية التي كشفت عن عمليات تنسيق عال بين الحشد وبيكاكا العملية العسكرية التركية القادمة في العراق وسوريا ستكون ذات نطاق واسع بحسب خبراء عسكريين وذلك لاعتبارات تتعلق بالظرف الدولي الذي يعطي لانقر المساحة في تنفيذ اهدافها اضافة الى المبررات المتمثلة في التهديد الحقيقي للامن القومي التركي حيث تحولت بؤر تنظيم بيكاكا في سوريا والعراق الى مركز لشن الهجمات في الداخل التركي مقابل صمت حكومتي البلدين سواء كان ذلك عن تواطئنا وعجز عن كبح جماح التنظيم في معاقله